هذه الليلة في محاولة للتواصل معكم بشأن وضع الدعوة التي أقامها سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ضد الجميع بطلب حلها سيستعرض الأستاذ المحامي سامي سيادي ملابسات الدعوة ومذكرة الدفاع التي تقدمت بها هيئة الدفاع عن الجمعية وثم يعقب ذلك بعض الكلمات التضامنية والمداخلات والاستفسارات أترك المجال للأستاذ سامي للقاء الضوء على مذكرة الدفاع فليتفضل شكرا مساء خير جميعا لماذا تحاكم وعد قبل سبعين كانت ندوة المنتدى ماذا يريدون من ماذا استعرض فيها الأمين العام يعني الموقف من هذه الدعوة على الجانب السياسي ويعني من المفيد جدا أيضا أن نستعرض في هذه الندوة التي تحمل عنوان لماذا تحاكم معه أهم مرتكزات دعوة وزير العدل ضد جمعية وعد المرتكزات الأساسية التي قامت عليها الدعوة باعتبار أن هذه المرتكزات مخالفات أتت بها في الجمعية وكانت كفيلة بالنسبة لهم بأن تقدم وعد للمحاكم بطلب حلها وشطبها من المعادلة السياسية في بلد أول ما تطرق أتلى يعني لائحة الدعوة الخاصة في وزارة العدل هو مقدمة جاء فيها بأن يعني وعد خرجت عن المسار السياسي السليم أو السلمي باستمراء العنف وذلك من خلال مجموعة من الموارسات والمخرجات المخالفة للقانون ويأتي بعد ذلك في سر هذه المخالفات فجاء في أول يعني بن من تلك المخالفات هو بلقت مناهضتها للقانون مبلغا غير مسبوق حين أقدمت علنا على أطلاق وصف الشهداء على جنات حكم عليهم بعد محاكم عادلة أسفرت عن حكم بادة بالعدام وأيضاً أطلاق وصف الشهداء على قتل مدانين وفارين ومطلوبين أيضاً للعدالة وترى يعني وزارة العدل في هذا الوصف بأن وصف الإرهابي بالشيء قد يقع في مكان الرضا من بعض النفوس فيفكرون في محاكات الجاني يعني هاي التفسير اللي جاءت بزارة العدل ضمن اللايحة أيضاً إنه سقاط مباشر على القضاء ونزاهته وعدالته إذ أنه وصف الجاني المغضي بحقه حكماً بادة بالعدام الشهيد إنما هو تعريضاً لحكم القضاء ونعتاً قيراً مباشر له بعدم العدالة وتستمر يعني في سرد أيضاً المخالفات وتأتي في إطار استراتيجية الجمعية الرامية اللي زعزعة تتقى في القضاء البحريني والتحريض على الإرهاب لن تنفك في جل اجتماعاتها من تأييد جمعية سياسية منحلة بحكم قضائي قضائي أدانها بالتحريض على أمارسة العنف والطعن في شرعية الدستور وأيضاً تأييد أمينها العام السابق والمدان في قضايا بينها الترويج وتحبيذ تغيير النظام السياسي وأن المقصود هو البيانات التي أصدرتها الجمعية تضامناً مع جمعية وفاقتنا المحاكمة بطلب الحل وأيضاً وقف النشاط وأيضاً البيانات التي أصدرتها تضامناً مع أمين عام الوفاق وينتقل أيضاً ننتقل في لائحة الدعوة إلى القول بأنه تواصل الانتهاكات المداء عليها والمقصود وعد لأحكام القضاء وعدم القياد لأحكام القانون قامت بضم عضو للجمعية وللجنتها المركزية ليكون أحد قياديها بعد أن أدينها بجرائم الترويج لقلب نظام الحكم وإيهانة المملكة والمقصود هنا هو إبراهيم شريف وتقول في ذلك بأن مخالبة قانون الجمعيات السياسية التي تشترط بالعضو أن يكون متمتعاً بكافة حقوقه المدنية والسياسية وأيضاً على ضوء ذلك رفضت مقررات المؤتمر العام الجمعية الثامن الذي عقده في أربعة هداش ألفين ووستة عشر تنتقل مرة أخرى في سر يعني ماهية المخالفات التي تدعي أن الجمعية قامت بها هي الطانب شرعية الدستور والتحريض على علم احترامه وهنا يعني تقول اللايحة التعدي على الشرعية الدستورية وتوابط دولة القانون أحد مرتكزاتها والمقصود هنا الجمعية فنجدها في بيان تضامني مع جمعيات أخرى تعلن رفضها للدستور ألفين واثنين ولبيان ذلك أيضاً توضح وتفصل في ذلك بأن رفض دستور ألفين واثنين واعتباره ساقطاً وأنه دستور غير شرعي طبخ في الخفاء وفي قفلة من المواطنين أثنين الدستور زور إرادة الشعب وأيضاً جاء خلافاً للتعهدات الذي وضعت في الميثاق وأيضاً الدستور جعل السلطة التشريعية دوراً تنوي تابع للحكم يعني هاي بشكل تفصيلي ما هي المخالفات وأيضاً آخر المخالفات بأن جمعية وعد دابت على ترديد عبارة الأزمة السياسية الدستورية في بياناتها وبالتالي هذه أيضاً محل كان لمخالفة تعتبرها وزارة العرض جديرة بأن تجار وعد المحاكم بطلب حلها يعني الخلاصة من مجموعة هذه المرتكزات بأن المخالفات التي جاءت أو سيقت في مواجهة وعد هي أطلاق وصف الشهداء على المدانين أطلاق وصف الشهداء على سجنع فارين تأييد جمعية سياسية منحلة بحكم قضائي تأييد الأمين العام بجمعية الوفاق والمدان بخضايا الترويج وتحبيد تغيير النظام السياسي ضم أضول الجمعية ولجنتها المركزية ليكون أحد قيادها فالطعن بشرعية الدستور ترديد عبارة الأزمة السياسية الدستورية هذه الملخص لمساقته هزارة العدل في لائحة الدعوة في مواجهة وعد في الحقيقة كانت أول جلسة للحضور للمحاكمة المحاكمة هي في تاريخ عشرين ثلاثة وتشكلت قبل ذلك هي الدفاع مكونة المحامي الجمعية وأيضا زملاء المحامين دابوا بأن يكونوا حاضرين في محافل المحاكم لسناد الدفاع وعد وبالتالي كان حضورنا في عشرين ثلاثة طلبنا من المحكمة التأجيل لتقديم وكالة للمحامين وأيضا للرد على لائحة الدعوة وأجلت الدعوة إلى سبعة عشر أربعة الماضي وأيضا حضرنا وقدمنا مذكرة بالدفاع تم تفنيد فيها ما جاء في لائحة الدعوة من الدعاة ومرة أخرى أجلت الدعوة لتقدم طرفي الدعوة وهم الجمعية ممثلة في هيئة الدفاع وأيضا وزارة العدل ممثلة في جهاز الدولة أو الدائرة التشريعية جهاز القضايا في الدولة في الحقيقة أنا ما أقرأ المذكرة وأنها ما بمر على أهم دفوع التي تقدمنا بها في مواجهة لائحة دعوة وزارة العدل وأبدأ بالدفع الأصلي وهو الدفع بعدم دستورية المادة 23 من قانون رقم 26 لسنة 2005 بشأن الجمعيات السياسية وهذه المادة هي التي تعطي الحق لوزير العدل بأن يتقدم بدعوة الحل وأيضا من المفيد بأن نقرأ النص وهو يعني يجوز لوزير العدل أن يطلب من المحكمة الكبرى المدنية بناء على دعوة يقيمها الحكم بحل الجمعية وتصفية أموالها وتحديد الجهة التي تقول إليها هذه الأموال وذلك إذا ارتكبت مخالفة جسيمة لأحكام الدستور الدستور المملكة أو هذا القانون والمقصود هو قانون الجمعية السياسية أو أي قانون آخر من قوانينه فهذه النص التي ارتكزت عليه وزارة العدل لتقديم الدعوة في مواجهة وعد والدفق بعدم دستورية ممكن إبداءه في أي مرحلة من مرحلة التقاضي أمام المحكمة ذاتها وبالتالي احنا تقدمنا الطعم بعدم دستورية المادة 23 باعتبار أنها مخالفة لأسس الحرية وأيضا حرية التعبير التي جاءت نصا في الدستور وبالتالي خالفت المواد 23 والمادة 27 والمادة 31 من الدستور المادة 23 من الدستور تنص على أن حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون مع عدم المساس بأس عدم المساس بأسس العقيدة الإسلامية ووحدة الشعر وبما لا يثير الفرقة أو الطائفية فبالتالي هذه النص الدستوري اللي اعتبرنا نحنا نص المادة 23 ما قال الجمعيات مخالف له هنا أعطى الحرية يعني في إبداء الرأي والنشر بالقول والتعبير والكتابة وغيرهم بالعكس أكد على أن هناك كفالة لحرية الرأي ضمن النص الدستوري وبالتالي تضييق هذا الحق لا يجوز ضمن قانون أدنى درجة من الدستوري المادة 27 أيضا من الدستور تقول حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية ولأهدافهم مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون بشر عدم المساس بأسس الدين والنظام العام ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها أيضا اعتبارنا نص نص الثلاثة وعشرين أو المادة ثلاثة وعشرين من قانون الجمعيات مخالفة للنص الدستوري في المادة سبع وعشرين التي عطت الحرية بتكوين الجمعيات ضمن أسس وطنية إلى أداف مشروعة وكما تعرفون بأن جمعية العمل الوطني الديمقراطي تأسست منذ ست عشر عام أيضا انضمت إلى يعني وعدلت أوضاعها وفقا للقانون في ألفين وخمسة وتم تصديق على النظام الأساسي الذي أضاح هذه الحرية والتأكيد عليها ضمن النظام الأساسي آخر نص يعني دستوري هو المادة واحد الثلاثين من دستور المملكة البحرين والتي يعني تقول لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العام المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون أو بناء عليه ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية والمقصود بهذا النص أنه لا يمكن أن تأتي بالدستور وتطلق الحرية وتعطي الحق في إبداء الرأي وتقيده ضمن أداء أدنى من الدستور والقانون وبالتالي احنا اعتبرنا نص المادة أيضا 23 من قانون الجمعيات تتعارض بالمطلق مع هذا النص أعطينا تفاصيل بالحقيقة يعني ممكن ندخول فيها لأنها ممكن نتطول ولكن يعني دعمنا هذا الأساس القانوني في عدم الدستورية إلى يعني قضاء المحاكم المصري وبشكل خاص محكمة الدستورية العليا وأيضا المحكمة العليا الإدارية التي تعتبر بصراحة مرجعية لقضان الإداري قد لا يخلو حكم يعني يصدر من المحكمة الإدارية أو المحكمة الكبرى الأولى في صفات الإدارية إلا وترتكن إلى بعض الأحكام في القضاء الإداري العليا أيضا والمحاكم الدستورية في مصر على سبيل المثال يعني يعطي توصيف لأحد يعني الأحكام الصار من المحكمة الدستورية العليا يعطي توصيف لحرية التعبير وماذا تعني كان يقول لك تعود حرية التعبير عن الآراء والتمكين من عرضها ونشرها الحرية الأصل التي لا يتم الحوار المفتوح إلا في نطاقها ضمان الدستور بما يحول بين السلطة وفرض وصايتها على العقل العام لا يجوز تقييد حرية التعبير سواء من ناحية فرض قيود مسبقة على نشر الأراء أو من ناحية العقوبة اللاحقة التي تتوخى قمعها الحق في الرقابة الشعبية فرق من حرية التعبير وبالتالي يعطيك مساحة بأن الرقابة الشعبية على أداء العام للحكومات أو الأنظمة باعتبار هي أساسا وليدة لهذا الشعب والنص الدستوري واضح بأن الشعب هو مصدر السلطات جميعا وبالتالي لا يمكن للوكيل أن يخالف إرادة الموكل وبالتالي يضع القيود أمامه أيضا في حكم آخر وجاعت في يعني موسوعة مراد لأحكام المحكمة الدستورية العليا المستشار عبد الفتاح مراد يقول لا يجوز تقييد حرية التعبير بأقلال تعوق ممارستها سوى من ناحية فرض قيود مسبقة على نشرها أو عن طريق العقوبة التي تتوخاق معها ويأتي أيضا مرة أخرى حول موضوع يعني توصيف للأحزاب يقول الأحزاب السياسية جماعات منظمة تعمل الوسائل الديمقراطية للحصول على ثقة الناخبين في قصد المشاركة في مسؤوليات الحكم لتحقيق برامجها التي تستهدف الإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد وبالتالي وضع الأحزاب سوى كانت أحزاب أو جمعيات سياسية لا تختلف في عملها وإداءها لأنه في أكبر الدول الديمقراطية مثلا في فرنسا سمون بعض الأحزاب بالجمعيات خاصة في بداية كانت تأسيسه فأني يعطي توصيف بأن يعطي الأحزاب الحق بأن تكون في مستوى الحكومات وأنها أيضا تمارس بشكله وبآخر الحكم كحكومات يعني ظل هذه يمكن أهم يعني ما استخدمناه من أحكام تعبد طبعا الدفاع اللي قدمناه بعدم دستورية لنص المادة 23 أرجع للنص نفسه تكلم عن أن حق وزير العدل في إقامة الدعوة فيما لو خالفت الجمعية مخالفة جسيمة ونقف عند الجسامة كتعبير هو صحيح أنه يخضع لتقدير القضاء وإنما نحن ممكن نسقطها على ما يعني جاء من ادعاءات من وزارة العدل على سبيل المثال ما هي الجسامة في حال قيامك بالتضامن مع جمعية تأسست بشكل قانوني ورسمي ومعترف بها وكان ضمن إطار القانون كانت تحاكم وأنت يعني تضامنت مع هذه الجمعية التي يعني تشترك معها في بعض المحددات وكانت هي أساسا أحد يعني أعضاء أو جسم للقيادة الحوار في كثير من المراحل فالسؤال أين الجسامة في التضامن معها الجمعية أين الجسامة فيه أيضا التضامن مع أحد مع أحد القيادات السياسية شهد الحراك على مدى أكثر من ست سنوات تواجد في الساحة وأيضا باعتراف الحكومة بأنه جلست معه تتحاور وتتفاوض وبالتالي لا يوجد أي جسامة في مثل هذا الفعل أي الجسامة في ترديد موضوع أن هناك أزمة سياسية دستورية في البلد وجلالة الملك هو من وقع في 23 2011 2011 على على تقرير يعني البروفيسور بسيوني لما حدد بأن هناك ببلدكم أزمة ويجب أن تكون هذه الحلول وسردها في تقريرا أين أيضا الجسامة لما يكون أحد أعضاء الجمعية المؤسسين متواجد على طوال فترة يعني عضويته بل كان إبراهيم أثناء كان يقضي عقوبته كمحكوم تم التصديق على مؤتمرنا السابع وهو كان أحد أعضاء الجمعية وكان أيضا قيادية وكان في رأس السلطة التشريعية في هذا التنظيم وهي اللجنة المركزية وبالتالي البحث عن موضوع الجسامة نحن نعتقد بأنه يعني فاقد لمضمونة في ظل وجود مثل هذه يعني الادعاءات التي لا تحمل في مضمونها أي أي جسامة لمخالفة سواء كانت للدستور أو بقانون الجمعيات أو أي قانون آخر موجود آه في البلد نأتي بعد ذلك يعني آه لتفنيد كل الدعاء على على حده وب أيضا شكل آه تفصيلي وأيضا مرة أخرى آه نستند إلى آه يعني بعض الأحكام التي يعني صدرت من المحكمة الإدارية العلياء في آه في مصر في بعض الطعون فعلى سبيل المثال هي مسألة آه تفنيد موضوع الجسامة ارتكن لأحد الأحكام الذي قال بأن حل الجمعية ارتكاناً لارتكابها مخالفة جسيمة للقانون أو مخالفتها للنظام العام والآداب لا يبنى على الظن أو التخمين وإنما يتعين أن يستند إلى الصدق واليقين بمعنى بأن يجب أن يكون هناك دليل مادي واضح على أتيان هذه الجمعية لمخالفة جسيمة وهذه بصراحة أحد الأحكام الجميلة التي تكلم والغليلة التي تكلم عن موضوع الجسامة في تفنيد التهم أو الإدعاءات الموجهة من وزارة العدل أنا في الحقيقة يعني بأتوقف عند هذه الحد من الاستعراض للدفاع وإذا كان زميلي أيضاً في هيئة الدفاع عند أي مداخلة حول هذا الموضوع ممكن أن يتبنى نحن صحيح بصدد قضية في المحاكم وإنما أنا أعتقد على مدى 16 عام وعد تحمل أكبر من القضية الموجودة حالياً هي تحمل قضية وطن وبالتالي أحنا أمام هذه الغضية ممكن أن نسير لأي مدى ممكن أن تقول له هذه الدعوة وشكراً شكراً